موضوعنا هو دوافع الترجمة الدافع الرئيسي للترجمة هي كان عدة نقاط أولها حاجة العرب إلى العلوم والمعارف خلق الإسلام مجتمعا جديدا له عقليته ونمط تفكير حياتي عمل على نقل عرب الجزيرة من حياة البداوة إلى حضارة مدنية جديدة وهذه النقلة تتطلب منهم التوجه إلى آفاء ومصادر حضارية متقدمة بحيث يتم نقل علوم المأخوذة من هذه المصادر والحضارات إلى الحضارة الإسلامية وصياغتها صياغة إسلامية ثانيا استقرار الأمور وارتفاع مستوى الرفاهية إذ أن المجد العسكري والازدهار السياسي والاختصادي الذي شيده العرب قد ضمن حياة آمنة ومستقرة في المعاش وهذا أدى للتفكير في البحث العلمي والتركيز على الجانب الفكري وذلك لتحقيق مجد لا يقل عن المجد العسكري ثالثا لغة القرآن بعد الفتحات الإسلامية انتشرت اللغة العربية في جميع البلدان الإسلامية وذلك كونها اللغة الرئيسية في الدولة وبالتالي اهتم المسلمون الأوائل بنشر اللغة العربية بين الشعوب الأعجمية وذلك لكي يتعرفوا على الدين الجديد وهذا النشر والتعليم لا يمكن إتمامه دون إيجادة دسان هذه الشعوب ناهيك عن حد القرآن على نشر العلم والبحث والتفكير رابعا حاجة العرب إلى علوم لم تكن موجودة عندهم مثل الطب والحساب والفلك خامسا حاجة العرب إلى نقد الأفكار والمذاهب الوصفية التي كان يؤمن بها أهل البلاد المفتوحة سادسا تشجيع الخلفاء ورعايتهم لها لقد فتح الخلفاء العباسيين بغداد أمام العلماء وأجزلوا لهم العطاء وأضفوا عليهم ظروب التشريف والتشجيع بصرف النظر عن عقائدهم ومللهم سابعا أصبحت الترجمة وسيلة لكسب العيش والغنى أشهر المترجمين أولا حنين بن إسحاب وشيخ الأطباء بالعراق في زمانه كان فاضلا في صناعة الطب فصيحا باللغات اليونانية والسريانية والعربية ترجم مئة رسالة من رسائل جالينوس جالينوس وأرخاميدس إلى السريانية وعلق عليها وترجم تسعة وثلاثون رسالة من أعمال إقليدس وبطليموس إلى العربية وشرحا المجسطي شرحا وافيا وكذلك ترجم كتاب الأصول لإقليدس ثانيا ثابت ابن قرة ترجم العديد من الكتب في الهندسة والفلك والطب والمنطق وكان يترجم إلى السريانية والعبرية واليونانية والعربية وبالعكس ومن أبرز الكتب التي ترجمها كتاب الأصول لإقليدس ثالثا الحجاج بن يوسف بن مطر ترجم وعلق على كتاب الأصول في الهندسة لإقليدس وترجم كتاب المجسلي لبيطليموس وعلق عليه وانتقده رابعا إسحاق بن حنين نقل كتاب الأصول لإقليدس وكتاب الكرة لأرخاميدس وكتاب الحيوان لأرسطو أهم الكتب التي ترجمت كتاب السندهند وهو اسم حرفة من سدهانتا وتعني المعرفة وهو كتاب يبحث في النجوم ويعالج مسائل في الرياضيات بالإضافة لمسائل النجوم والفلك ونقله إلى العربية براهيم الغزاري أيام المنصور ثانيا كتاب الأصول لإقليدس نقله الحجاج بن مطر ثم أصلح ترجمته إسحاق بن حنين وأصلح ثابت بن قرة نسخة إسحاق بن حنين ثالثا كتاب المجسلي لبطليموس نقله الحجاج بن مطر إلى اللغة العربية بأمر بن يحيى البرمكي كتاب المجسلي كتاب صعب الفهم ونظامه معقد ويبعد عن القانون الصحيح لحركات النجوم وطلب بطليموس ممن يأتون بعده استدراك أشياء جديدة كما استدرك هو على هبارخوس وقد لخصه ابن رشد وحذف براهيم نهو الهندسي رابعا أعمال أبولونيوس أعمال أرخاميدس الكرة والإستوانة وأعمال ديوغانتس وغيرها ترجمة نانسي قنقر